موسيقى مشاهدينا مشاهدي كرمة في كل العالم أهلا بكم لقاء جديد مع حلقة الأربع تسعة ديسمبر عشرين عشرين موارا الأحداث النهاردة هنبتدي معاكم بأخبار الملف الإبدي زي ما احنا متعودين وللأسف الشديد مازال رامي كامل وباتريك جورج يتعرضون لزلم كبير جدا حيث تم تجديد حبسهما تم تجديد حبس رامي كامل أمام دائرة الإرهاب المنعقدة اللي كانت انعقدت بمحكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة وللأسف الشديد هو طبعا على زمة قضية اسمها 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة متهم فيها رامي بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة الحقيقة زي ما احنا كنا بنقول يعني تم نفس التهم دي وأكتر منها كانت موجهة للتلاتة اللي كانوا منتمين للمبادرة المصرية لحقوق الشخصية ولكن تم الإفراج عنهم طب ليه لغاية دلوقتي رامي محبوس وليه كمان باتريك جورج لسه مازال محبوس وبيتجدد له وهو برضو تابع لهذه المنظمة أيضا الحقوق الشخصية أو الحقوق الشخصية للحقوق المصرية للحروريات الشخصية طيب يبقى احنا كده بنتكلم عن أنه هناك ظلم واقع على الاتنين الحقيقة وكان برضو تكتب عن أنه رامي كامل ما كانش مسموح للمحامي الخاص بي أنه هو يقعد معاه ولا يشوفه وحصل برضو إقرار الحبس مد الحبس لأرباء خمسة وأربعين يوم يعني تم مد الحبس لرامي كامل أو يعني تجديد الحبس لرامي كامل والباتريك جورج هما كل واحد منهم خمسة وأربعين يوم بنصلي إن ربنا يتمجد وبنصلي إنه يتم النظر لقضية رامي وباتريك وإنه يعني حتى اللي تم إخلاق سبيلهم تم إخلاق سبيلهم على زمة القضية ليه لغاية دلوقتي أكتر من سنة رامي محبوس وعدة شهور باتريك محبوس وبرضو ما فيش أي نظر لإنه يكون في إخلاق سبيل ربنا يتمجد بالنسبة لموضوع البرشة لسه برضو عامل صدى والحقيقة هناك برضو قصة إنه الموضوع اللي تم بين الأقباط والمسلمين بعد الأزمة اللي كانت حصلت بسبب تعليق شخص وهو شاب أساسا مش موجود في القرية لكن من أهل القرية على بوسط اعتبروا الناس إنه كده بيهين الإسلام والرسول وبدأت المشاكل حصلت إنه حصل هجوم على بيوت الأقباط وإلقاء مولوتوف ويعني شفنا ومتابعين معاكم القصة وفي الآخر كان برضو محاولة الصلح وبعدين ما تمتش بسبب إنه ناس تاني هيجوا الأمور بعد كده أخيرا كان زي ما أعلننا الحلقة اللي فاتت تم جلسة الصلح وتقال إنه الجلسة أعادت الحياة بين القرية وحصل استقناف للأنشطة واعتبروا إن جلسة الصلح دي مبادرة حب وسلام قادها رجال الدين الإسلامي والمسيحي وكان بوجود أعضاء بحضور أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وكمان كبار العائلات وجلسة الصلح كان هدفها إنه إعادة الحياة والاستقرار لقرية البرشة مركز ملوي محافظة المينيا بعد الأحداث اللي كانت وقعت على خلفية اتهام الكبتي زي ما قلنا بنشر التعليق موسيق الصلح الحقيقة كما رصد البعض إنه تسبب بالفعل أو أدى إلى إنه هناك هدوء في القرية وإنه خلاص كده الدنيا بقت حلوة وجميلة وزي ما بنقول إنه برضو طب الشاب ده يا جماعة أخباره إيه محدش يعرف طب هو تقابد عليه طب هل هيكون فيه برضو تقابد يعني إحنا قلنا برضو إنه وقتها حتى البوست اللي هو كان عامل على التعليق ده اتمسحت أو يعني اتعمل دليت يعني أزالوا كل البوستات اللي كان فيها إهانة للمسيح والمسيحيين ما خلوش غير هو التعليق بتاع الشاب ده وبعدها برضو تعليقات كتير تم رصدها وانتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي لشباب مسلمين برضو من القرية بيقولوا ألفاظ بديئة جدا وبيسيقوا للدين المسيح ما فيش ولا واحد تقابد عليه فإحنا بنقول طيب وإنتوا طالما ما بيبقاش فيه عدل إنك طالما بتقبطش على المسيح والمسلم وتحاكمهم مما لاتنين يبقى ليه بتقبض على المسيح بس وبتستمر في الأمور وكل هدفك الصلح بس أو الهدوء في القرية ما فيش مشاكل إحنا كلنا نحب إن يكون فيه هدوء في القرية وكل ده لكن يكون فيه عدل في التعامل ويكون فيه مسواة في التعامل وقاعدة بقرر الكلام ده نتمنى إن صوتنا يوصل للمعنيين والمسؤولين ويوصل للشرطة والنيابة وللعدل وزارة العدل الحياة إنه دايماً يعني الكنيسة والكهنة والدنيا هناك بيبدو الحقيقة في كل مكان بيحصل فيه مشاكل بيكون فيه مبادرات وحب وسلام فالحياة اللي حصل في قرية البرشة إنه أطفال من الكنيسة الإنجلية كانوا بيوفطات ودعوات للسلام والمحبة يعني حاجة جميلة جداً بس يا رب السلام والمحبة ده يكون معا عدل زي ما أنا بكرر مرة تانية دي تجربة مختلفة ولفتة جميلة ولو أنها شايفها مختلفة كتير قوي قوي بنلاقي مبادرات جميلة الحقيقة من الكنيسة الإنجلية ومن المسيحيين في كل مكان بتحصل فيه مشاكل الحقيقة لكن الجميل إنهم حضانة حضانة تابعة الكنيسة الإنجلية قامت بعمل لافتات بتدعو للمحبة والتسامح زي ما أنتوا شايفين كلنا واحد هنا البرشة والصليب مع الهلال والأطفال رسمين عالم مصر على وجههم فقد إيه فعلا إنه يعني برضو كان فيه بيحاول يعلموا الأطفال يعني إيه كلمة وطن ويعني إيه محبة وتسامح تحت شعار البرشة جميلة بالجامع والكنيسة يا رب يكون ده حقيقي فعلا ونتمنى إنه زي ما بنقول زي محاولة الصلح دي ومحاولة الهدوء والمحبة والتسامح يكون فيه أيضا عدل في التعامل وما ننساش برضو الشاب اللي هو هاني يوسف اللي كان برضو نفس الفكرة كده باستجاد من مكان تاني برضو محبوس اصدراء فبنتمنى إن قصة الاصدراء دي الحقيقة يعني يكون لها وقفة وبمناسبة الاصدراء برضو كان فيه الحقيقة برضو كان هناك اتهام لأحمد عبد ماهر بالنسبة للاصدراء برضو اصدراء الاسلام وكانت أبض عليه وبيقال إنه أخلص سبيله بكفالة نروح بقى الموضوع مهم جدا على الحقيقة بالنسبة لقدسة البابا يمكن احنا كنا استعرضنا كان حوار لي مع حمدي رز على صدى البلد من حوالي كام يوم وبعدين فيه حوار تاني جاه على قناة غابي مع الزميل عيدة يوسف الحقيقة كان الحوار بقى تطرق لكل الأمور الحساسة بالنسبة للكنيسة وعجبني جدا إنه الحقيقة كان فيه ترتيب إنه يتم التطرق لهذه الموضوعات الحساسة اللي كانت أثيرت بشكل كبير قوي الفترة اللي فاتت على سبيل المثال موضوع طريقة تغيير طريقة التناول والناس اللي قالوا لأ وبالرغم إن احنا عندنا جائحة والبابا بيحاول كان في كل مرة يتكلم عن إنه إحنا لما بيكون فيه تناول لمريد اللي بيحصل إيه في التناول إنه بيتغير الكاهن ما بيروحش بيت المريد ويعمل أداس وبعدين يبتدي يناوله بالمستير المعلقة يعني وينوله بالطريقة المعتادة لكن فيه طريقة اختلفة نتيجة لإنه مريد والكاهن بياخد معاه الجسد والدم مع بعضيهم الجسد بيغرس في الدم وبيتاخد كقطعة واحدة والكاهن بيناولها للمريد لكن إحنا برضو في جائحة إحنا في ظل موضوع مش طبيعي فالحقيقة إنه البابا تترك لهذا الموضوع موضوع التناول وعلق قدسة البابا عن هذا الأمر وإن دي مش أول مرة وإنه كان فيه أمور استثنائية إحنا فضع استثنائي وفيه أمور استثنائية حصلت في الكنيسة على مر الفترات اللي فاتت مش عايزة أقول لي هيج على وسائل التواصل الاجتماعية لكن على الأقل ردود الأفعال الكاهن كان بيدي المناولة للمصلين في أكواب بلاستيك وكان الغريب حتى إن إحنا مش عارفين طب هم هينولوا نفسهم إزاي مصير الكوباية إيه وما كانش بيقف عشان يشوف هم تناولوا ولا لأ على عكس ما إحنا متربيين أن الكاهن لازم يشوفنا وإحنا بنبلع كمان إحنا الحمد لله تربينا في زمن ما فيهوش وباء الحمد لله الحمد لله طبعا فطلعنا وعارفين شكل التناول بقية وكل الكنيسة الأورزوكسية في العالم لأنها كناسة أقلدية وعندها الأسرار فبتناول بالطريقة دي لكن الدول في بعض الدول وبعض الحكومات أصدرت قوانين بأشكال معينة هديك مثال يعني قالت محدش يقرب للتاني مسافة أقل من مترين طب الكاهن يناول إزاي على بعض مترين استحال يعمل إيه مثلا بعض الحكومات أو بعض الولايات قالت إن حكاية المستير كلموا على المستير ممنوع المستير دي ظروف جديدة إحنا بنواجهها ففي بعض الكنيس أو بعض الشعوب بره مصر ومع التجمعات الأورزوكسية القوانين قالت لازم يبعد مترين فطب لما تناقشوا هناك مع الناس المسؤولين صحيا قالت تناول حطوه في الكوباية بلسك كده وبعد مترين والشخص ياخدها يتناولها وياخد الكوباية بعد كده يحرقه طب وده يجوز إن أنا أن أناول نفسي يا سيدنا لا ما هو طبعا لا يجوز إحنا في ظروف السيثنائية بنتي دي ظروف السيثنائية ظروف غصبا عننا طب وهه حرق البلاستيك إزاي هيتحرق حرق فيه يعني أفران اللي حرق الحاجات ده هيا تماما وخلصت القصة طبعا ده وضع السيثنائي يعني بالزبط أقول لحضراتي طب ليه حتى ما كانش بيستنى عشان يشوف المصلي يتناول ولا لأ لأ كان كل واحد بياخد الكوب ويمشي لأ ما هو اللي بيحط الأكواب دي بعيدة عنه وطبعا عددنا في سهلة تتناول محدودة وليلة لأنه برضو حسب الاشتراتات هنا تماما فوقف بالسن عشان يخلص حتى سلوات السر ده الوضع السيثنائي لا يقص عليه أي شيء بالمرة خالص أقول لحضراتك حاجة أولا حاجة نستكمل قدسة البابا برضو الأمور اللي حصلت في مواقف سابقة أو في سنوات سابقة وعلى اعتبار أنه موضوع الاستثنائية في تاريخ الكنيسة يعني في قصص كتير خالص كانت تكلم عنها البابا على أساس أنه كان فيه مثلا لما ما كانش فيه بلاد خالص أو أي أماكن فيها الكنيسة فكان الصلاة عن طريق لوح مقدس مدشن بالميرون لا يحمله إلا الكهن فقط وبيتم وضع على أي مائدة وبتعتبر كأنها مسبح وكان ده استثناء وكان فيه برضو مثلا ممكن ما يكونش فيه منازل كان شماس بيروح مع الكهن في المزارع والشماس هو اللي كان بيحمل اللوح المقدس ويصلي الكهن فحكى البابا وقال لها باختصار أنه كل القصص دي قصص استثنائية في تاريخ الكنيسة وأكد على قصة أنه الشخص المريض زي ما قلتم الأول أنه لما بيكون بيروح الكهن وبينولوا بالطريقة الاستثنائية ده برضو مش منطق ولا ده هو مع التقوس يعني الخاصة بالكنيسة ولكنه وضع استثنائي كان يعني حتى البابا قرر كلمة وضع استثنائي دي يعني بكثرة كذا مرة قال لها وضع استثنائي وضع استثنائي الحقيقة برضو عشان يعني نقول أنه الموضوع ما كانش قاصر بس على الكنيسة الأرسودوكسية فالحقيقة برضو الآب استفانوس دانيال الكاهن الكاثوليكي كان علق برضو على ما تم مدولته تدوله في مواقع السوشيال ميديا بالنسبة لتغيير طقس التناول في الكنيسة الكاثوليكية وبرضو الدنيا قامت رأسا على عقب نفس الحكاية بشأن أنه برضو حكاية أنه تتعطل منولة بالإيد أنتم عارفين طبعا التناول في الكنيسة الكاثوليكية المفروض أن الكاهن بيغمس القطعة من الخبز المقرمش كده شوية بيغمزها في الدم كجسد وبيغمزها في الدم وبيديها بإيده الكاهن فقال لك أنه دلوقتي اللي هيحصل في ظل الجائحة دي برضو بالنسبة للتباعد بالنسبة بأنه محدش يمسك حاجة ويديها لحد فبالتالي قال لك أنه الشخص نفسه هو اللي هيمسك التناول بإيده هياخده بإيده وأن ده برضو أمر استثنائي لغاية ما تنتهي هذه الجائحة وممكن برضو يكون نفس الحكاية تتعامل حكاية حرق الأكواب بعد كده أو أين كان أو يمكن هيا هتتحط على صنية وقردي هياخدوها يعني أنا مش عارفة التفاصيل قوي ولكن الفكرة برضو أنه كان فيه اعتراضات ورد الآب استفانوس برضو نفس الحكاية أنه إحنا يا جماعة في ظل ظهور جائحة كورونا وفيروس كورونا أنه إحنا دلوقتي غيرنا الأمر مش لأي حاجة ولا فكرة تدنيس مقدسات ولا فكرة أي حاجة خالص غير أنه إحنا قال نعم عبل كده كان حاصل الموضوع ده وقال إحنا فتشنا في بطون المصادر والمراجع بشأن ذلك وقال أن كافة الكنائس كانت الكاسيليكية اتبعت نظام المناولة المقدسة في اليد خلال التسعة كورونا الأولى يبقى معنى كده برضو أنه ما هواش حاجة ضد التقوس أو ضد القوانين الكنيسة اللي تقوم عليها الدنيا وما تعودش نرجع تاني استكمالا لموضوع حوار قداسة البابا والأمور الحساسة اللي كان تطرق لها البابا برضو إحنا كتير قوي وأنا بتكلم على موضوع اختفاء القصرات وموضوع اختفاء الفتيات أو السيدات المسيحيات عموما وبنتكلم على الموضوع ده وأنا دايما كل ما بتختفي بنت وترجع أو سيدة وترجع ونقعد نقول ولسه الكلام ده إلى الحلقة اللي فات لقيت الحياة نفس الكلام تقريبا أنا بقوله لحضراتكم بيقولوا قداسة البابا بيقول إن في مسؤولية كبيرة على الأسرة أنا دايما بقول لكم بقول لكم إنه أنتوا عايزين تعرفوا التفاصيل بتقولوا يعرفونا التفاصيل عشان نحافظ على بناتنا عشان نخلي بالنا من بناتنا قلتلكوا إيه والزوجات برضو قلتلكوا إن الأب يحتوي بنته ويصحبوها في البيت وتاخد المحبة الكافية والأسرة تكون فيه رعاية كاملة وإنه الزوج يرعي زوجته مش كده الكلام ده اللي أنا قلته الحياة البابا برضو قال تقريبا كلام نفس أو بصيغة أخرى بالنسبة لموضوع اختفاء القصرات يخوض في الأعراض البعض ويخوض في أن الكنيسة هي السبب مش مشباعة بنتها البعض بيقول لا دا الأسرة لازم تكون محتوية وأسباب أخرى عديدة لكن الكلمات في منتهى القصوى على أزمة اختفاء القصرات وطبعا قدست البابا معنا شخصيا فأكيد ملم بالملف دا أكثر من أي حد فينا اللوم أولا على الأسرة الأسرة الأب الذي يحتوي أفراد أسرته أولا بنتي اللي موجودة في البيت إذا ما كنتش أنا كأب أو كأخ كبير بحتوي بنتي دهيت هيحصل أي حاجة محش بأي صورة مش أخش في تفاصيل لكن الاحتواء فضيلة مهمة جدا الاحتواء والاحتواء ده عشان كده في حياتنا فيه كبير وفيه صغير يعني أي أب أي زوج يحتوي زوجته الأب أو الزوج اللي ما بيحتويه الزوجته تكون النتيجة مأساوية شيء طبيعي فاللوم أولا وأساسا على الأسرة بعض الحالات وإحنا بنتباهها تلاقي مثلا فلانا دي هربت وفلانا دي مشت مشيتي ليه أبويا بيضربني جوزي بيعزبني أحنا بنسمع قصص مأساوية خالص وللأسف أن كل الحاجات ده هات خارج الأديان ده دي العلاقات الإنسانية بين أب وإبنته بين زوج وزوجته بين أخه وأخته بالشكل فالحقيقة سؤالك هو عبارة عن دعوة لكل أسرة والكل كبير في كل أسرة أنه يحتوي أفراد أسرته ويحتوي بالذات جنس البنات أو السيدات بالذات ده الكتاب المقدس بيقول على البنت أو المرأة بيقول الإناء الأضعف الإناء الأضعف عايز معاملة خاصة لما تبقى كوباية بلاستيك أنا ممكن أحدفها كده ولا يحصل لها حاجة لكن لما تبقى أزاز هو ده الإناء الأضعف عايز احتواء والاحتواء ده فضيلة في غاية الأهمية وعشان كده بنقول للأباء والأمهات أعتقد أن الكلام كده يعني واضح وبتمنى من كل قلبي أنه لما يكون فيه أي حالة بتختفي وترجع ما نعودش نسأل هي كانت فين نقول نشكر ربنا على عودتها وبنوصل أسرة أن تحتضنها وتحتويها والزوجها كذا وأنه الآية برضو لنا دايما بقولها نفس الشبعانة تدوس العصر لو أنت احتويت بنتك وبناتك وزوجتك أعتقد أنه هيبقى فرق كبير قوي قوي في الأمور بالرغم من كده الحياة برضو بالرغم من كلام قدس البابا ده وأنه ده الواقع اللي بقالك لأ أو برضو فيه لوم عالكنيسة وما فيش افتقاد التأثير الأكبر بالنسبة لهذه الأمور وزي ما البابا قال نماذج أنه لما بيجوا بيرجعوا وبيتعرف إيه اللي بيحصل بيكونوا تأثير البيت والأسرة أنا لا أهم طبعا الكنيسة والاتقاد والأمور دي كلها دي برضو أمور مهمة لكن الأساس زي ما البابا قال هو الأسرة الأسرة والأب والأم في البيت والقدوة هم دول أكتر حاجة بتفرق مع الأولاد تيجي بعضيها موضوع الكنيسة والمدرسة والمجتمع وكل ده لكن أهم حاجة فعلا الأسرة الحاجة التانية اللي اتكلم برضو عنها كدسة البابا الملف الشائق الخاص بموضوع باريس وكان موضوع التظاهرات اللي كانت في الشوارع بتطالب بعودة أبونا إفرايم اللي هو الراهب اللي كان قد معاهم أكتر من عشرين سنة فالحقيقة برضو البابا كان ليه رأي نسمعه برضو منه مع حضرتكم حاجة مختلفة خالص تمام طيب فقيسي هذا على كل اللي بنسمعه بنشوفه صحيح يعني مثلا على سبيل المثال عودة لسؤال حضرتك سألته قبل كده فاضل مثلا اتقال إن فيه كاهن قال كلام مش كويس على أبونا البطر كني قدست البطر شنود كويس ده كاهن شيخ وكاهن رائع فسألنا فين الكلام اللي قالوا الوحش ده كل واحد يقول أنا سمعت فلان قال لي فلان قال لي احنا بقلنا أربع تيام بنحق لم يصدر من هذا الكاهن حرفه واحد ولا كان فيه أي شيء مسجل ولا أي شيء مسجل لكن أنا سمعت واحد يقول لك أنا سمعت والسمع بقى أكيد عنده فقاله لآخر وآخر لآخر واحد نشره ده أبونا فلان بيقول بقى الفاظ مش حلوة على كذا ما حصلش ما حصلش خالص وده ومشى في الجرة دي أباء إزاي أبونا اللي في اسكندر دي أبونا دي ما تتحلش كده في الشوارع وبتتحل بيننا وبين بعضه كان برضو قال أن أنا حاولت أن أنا أشوف الشباب دول وحد متحدث عنهم عن مجموعة الشباب أو المجموعة اللي بتتكلم والوقفة في الشارع فقال أن أنا يعني ما حدش رد علي ملقتش حد يعتبر يعني ممثل ليهم يقدر واتكلم معاه وقد ودي وأنا يمكن قلتلكم قبل كده في الموضوع ده أنه هو البابا قال أنه الأبونا إفراهيم هو راهب الحقيقة وأنه قد فترة طويلة بعيد عن ديره وقال الأوان أنه هو يعود لديره مرة أخرى والأمر فوش أي حاجة والكسس برضو اللي كانت بيتكلموا عنها بالنسبة الموضوع الأنبا مارك والكلام ده طبعا يعني يعني حتى من خلال الفيديوهات اللي تبعتها في القصة دي كان فيه كتير جدا مواقف الأنبا مارك معهم في الكنيسة وبيرد عليهم وبيرد على حاجة حاجة وأنا عارفة أنه بيبقى دقيه عزيز على المجموعة في الكنيسة أنه يكونوا ارتبطوا بقاب كاهن ويحصل أنه يغيب عنهم أو يتنقل في مكان تاني فدي بتبقى قصية جدا لكن برضو بكرر تاني لحضراتكم وبرضو ناس كتير قاعدوا انتقدوني لما اتكلمت عن الموضوع ده المرة اللي فاتت وعرضت بيان الكهنة اللي بيقيده الأنبا مارك في باريس وانت تكلمت ليه وازا ولما تتكلمي تتكلمي بالطريقة دي وإحنا مش عارف هنفضحكم ايه وهنقول ايه يا جماعة أنا بقول لكم أنه الحكاية أنه بساطة جدا طالما أن أبونا إفرايم أب جميل وزرع جواكو حاجات حلوة ممكن الحاجات الحلوة دي هي اللي تبان وممكن الحاجات الحلوة دي اللي تستمر والسمار اللي زرعها أبونا تحاولوا تنشروها أكتر وأكتر ويتحل الموضوع ده بمحبة وحاجات كتير وظروف كتير وناس كتير أو كناس كتير أو بتتعرض الموقف اللي زي كده يكون في أب كاهن ونتيجة لأي أسباب أيا كانت بغض النظر عن الخوض في الأسباب دي اتنقل الكاهن ده هل الدنيا خلاص بالعكس الكاهن ده زرع معنا حاجات حلوة قوي نستمر بقى في السمار بتاعت هذه يعني البذرة والزرع الجميلة اللي زرعها أبونا إفرايم معيكم بالنسبة برضو كان فيه انتقاد للكنيسة على أنه بيكون فيه اهتمام بالمباني وبردو تم توجيه انتقاد على أساس أن فيه حاجات حصلت في الكاتدرائية وفيه مكتبة وفيه الكلام ده كله فكان بيقولوا مش برضو الفقر أولى بالفلوس دي والكلام ده فالحال بابا برضو رد على الموضوع ده وقال أن العشور والأموال اللي بتيجي بالنسبة للعشور والمحتاجين الحياة مولد كنيسة مقسمة 30% الفقراء المحتاجين والمحتاجين و30% للتعليم و30% للتعمير و10% بتكون موجودة لأي طوارق والأولوية في كل كنيسة دايما لخدمة الفقر برضو الموضوع اللي كان أصير عن القص القرولوس فاتحي بعد الفيديو المتداول كان برضو ببابا وضحه وقال أنه الأمور اللي حصلت وانتشرت دي وإحنا وضحنا في بيان أنه أولا ده كان من شهر 6 الموضوع ده وفي نفس الوقت إحنا وضحنا أنه هو ما كانش يقصد أي حاجة ولا كان يقصد أنه هو يهاجم الكتاب المقدس ولكن هو خانه التعبير وقال كده والأمر المفروض يكون كده هدي يعني والدنيا كلها تاخد هذا الأمر الحقيقة هذا الحوار احنا حطناه على صفحتنا وموجود برضو على موقع قناة أغابي وبجد فعلا الحوار كان تطرق الأمور كثيرة جدا جدا يعني بنشكر قدسة البابا لأنه تناو يعني يعني رد على كل هذه الأمور اللي مصارة وبتماني يا رب الهدوء والسلام لكنيستنا ولكل الكنيس في كل العالم نروح لذكرى إحياء للذكرى الأولى للمخرج سمير سيف والحقيقة الزكرى دي كانت في مصرح الجمهورية حيث نظمت أسرة فيلم أغسطينوس ابن دموع بالتعاون مع قطاع صندوق التنمية الثقافية ودار الأبرة المصرية احتفالية لإحياء الزكرى الأولى على رحيل المخرج الكبير دكتور سمير سيف حملت عنوان ابتسامة لن تغيب ده كان الإحياء كان يوم الاثنين الماضي كان مساء الاثنين وبحضور دكتور إناس عبدالدايم وزير الثقافة وعدد كبير من تلامزة ومحبي الفنان الراحل وكوكبة من الفنانين والصحفيين طبعا حضراتكم فاكرين أن المخرج سمير سيف كان توفى يوم 9 ديسمبر 2019 العام الماضي عن عمر يناهز 72 عام أيضا هناك نياحة أخرى في الكنيسة وكاهن آخر انضم للكهنة اللي تنيحه بسبب فيروس كورونا نياحة القمس سمعين الشحات متأثرا بكورونا وهو يعتبر من الكاهن الثالث من نفس الإبرشية اللي هي إبرشية مينيا الأمح حيث تنيح القمس سمعين الشحات كاهن كاست الأمبر ويس بكفر فرج مينيا الأمح متأثرا بإصابته فيروس كورونا كمان كان فيه برضو وفاة الشمس فايز القمس لوقة متأثرا بكورونا والحقيقة كان فيه كتير جدا نشر وقد إيه أنه هذا الشمس كان جميل في خدمته وكان جميل أيضا في تعاملاته الإنسانية كلها كان يخدم في خدمة فتيان إعدادي بتعتبر في أحياء بعيدة عن الكنيسة كنيسة الشهيد العظيم مرجرجس بالفيوم والحقيقة أنه هو كان نتعرف أنه هو كان في العزل الصحي بمستشفى التأمين الصحي بالفيوم ولكن توفى متأثرا بمضعفات هذا الفيروس ربنا يرحم الجميع وينيح كل من توفوا بهذا الفيروس ولا ننسى طبعا نحن نصلي من أجل كل المصابين هنحاول كده نعرفكو شوية حاجات عن المسيحي العالم وما زال برضو موضوع الباكستان واللي بيحصل بالنسبة لموضوع القتل على أساس أو على يعني أساس الدين فكان في مقتل امرأة مسيحية رفضت اعتناق الإسلام هذه الامرأة هي الحقيقة كانوا عايزين عندها هي اسمها سونيا بيبي فاكرين أسيا بيبي برضو الموضوع بتاع طبعا قضية بتاعتها وكانت حكم الاعدام والحمد لله طبعا كانت قدروا ان هما يعني يسقط هذا الحكم وتطلع من البلد ولكن بقى دي سونيا بيبي هو واضح ان الاسم ده منتشر يعني هي ملهاش علاقة بيها ولكن قتلوها هي 24 سنة كانوا عايزين يجوزوها لرجل مسلم تم ضربها عدة مرات في رأسها في محطة للحافلات في رولابيندي في باكستان 30 نوفمبر الماضي منظمة مساعدة الكنيسة المحتاجة قالت انه مطاردة الشرطة جارية للمتهم محمد شهزات بينما تم اعتقال شريك شريك له مشتبه به معروف فقط باسم فايزان وانه ده اللي حصل حقيقة تم قتلها عشان رفضت الزواج من هذا الشخص محمد شهزات وانه رفضت ان هي تعطانك الاسلام ربنا ينحرحها ويعزي كل اسرتها ومحبية برضو كان في تتعبع الحقيقة لموضوع الصين وموضوع برضو طبعا تم تصنيف الصين ونيجيريا وباكستان كدول مسيرة القرق بشأن انتهاكات الصوريخة الحرية الدينية انتو عارفين ان في كل وقت كده في اخر السنة بيكون في بيانات بتخرج من الحرية الدينية منظمات المسؤولين عن الحرية الدينية في الوقت والتحدة الامريكية والسنة دي كان صنف الصين ونيجيريا وباكستان كدول مسيرة للقلق وبرضو كان احدث حاجة بالنسبة للصين انه كان فيه مسيحيين بيواجهوا عقوبات سجن قاسية لبايعهم انجيل صوتية يعني مجرد طبعا هناك انه ده تبشير والكلام ده كله احنا كنا قلنا لكم قبل كده برضو انه الحكم الشيوعي بيحاول يسايتر حتى على الكناز برضو بالنسبة الكنيسة الايرلندية كانت حسط الناس على التواصل مع الاشخاص المنعزلين والمعزولين في عيد الميلاد احنا عارفين في ظل جاء احد كورونا في امور كتيرة صعبة والعيد السنادي بالنسبة العيد الميلاد جاي في ظروف صعبة جدا في ظروف كل الدول بتغلق في ظروف انه في ناس وزي الكبار في السن وكل دول هيكونوا في بيوتهم مفضلش انهم ينزلوا يروحوا في اي حتة فالحقيقة كناس كتير ومنهم الكنيسة الايرلندية كانت بتقول انه لازم يكون في اقتراب عن طريق الفيديو وعن طريق متابعة الناس المنعزلين والمعزولين عشان يحسوا ببهجة عيد الميلاد وان احنا كلنا وقفين جنب بعض اما في بيت اللحمة فتمت انارة شجرة عيد الميلاد ولكن طبعا بدون زي ما انتوا شايفين عدد قليل جدا اللي كان موجود وما فيش برضو اي مظاهر ولا زيارات مسموح بيها بالنسبة لهذه الاماكن المقدسة زي المعتاد اللي كان في السنين اللي فاتت السلطة الفلسطينية فرضت الاسبوع الماضي حظرة جو الليلي وخلال عطلة نهاية الاسبوع وهيستمر هذا الحظر لمدة 14 يوم بسبب هذا الفيروس كورونا وانه زي ما قلنا انه في اطر الانارة الشجرة ما كانش فيه غير بعض صحفيين ورجال الدين ومسؤولين وده كان حسب الوكالة الفلسطينية الضفة الغربية بيقال 71307 اصابة مؤكدة بالفيروس بينهم 678 وفاة وهنشوف الموضوع بالنسبة بقى لرحيل الأسكف الجزائر السابق هنري تيساي وهو الحقيقة كان فيه يعني مراصب تأبين تمت في مدينة ليون الفرنسية وكان جثمان وكان جثمان الراحل أنغي تيساي قد نقل إلى كاتدرائية ليون لإلقاء النظرة الأخيرة عليه بمسقط رأسه المراسم جرت بحضور السفير الجزائر بفرنسا عن ترداود أعتقد أنه لم يمضي يوم في حياة تيساي دون أن يدعو للجزائر وللجزائريين أحب الجزائر كما أحب الجزائر أيضا إمبهرت أي من بهار بموقف السلطات الجزائرية التي قدمت كل التسهيلات استجابة لرغبة تيسي حتى يدفن في أرض الإسلام وأرض الجزائر إنه لا دليل على أنه ابن الجزائر كما شفته كان فيه إشادة كبيرة جدا بموقف الجزائر وأيضا أنه الحقيقة كان له يعني تأثير كبير جدا في نفوس الكثيرين هناك بيحكوا عنه قدقي أنه كان رجل رائع أسكف الجزائر السابق هنري تيساي أما بالنسبة لبابا فرانسس أعلن أنه سيزور العراق في مارس المقبل نشر الرئيس العراقي برهم صالح تغريدة على حسابي في موقع تويتر قال فيها أن الزيارة ستكون رسالة لدعم العراقيين بمختلف أطيافهم وتؤكد وحدة الإنسانية في التطلع إلى السلام والتسامح وموجبهة التطرف وستكون هذه أول زيارة للعراق يقوم بها الحبر الكاثوليكي الأكبر البابا فرانسس سبق للبابا فرانسس أنزار في العام الماضي كل من الإمارات والمغرب بالنسبة لعداد كورونا حول العالم زي ما بقول بتزداد بجنون بتزداد بشكل كبير جدا محتاجين أن احنا كلنا ناخد بالنا تم الإعلان في الولايات المتحدة الأمريكية أن الوضع دخل فيه منحنة خطر جدا الكتير جدا من مراكز العناية المركزة كانت امتلأت بالمرضى بسبب المضاعفات لهذا الفيروس العين الإحصائيات لغاية دلوقتي 69 مليون و 117 و 580 ألف أما بالنسبة للوفاة مليون و 572 و 904 ألف وزي ما أنتوا شايفين برضو بتزيد حالات الوفاة بشكل برضو يعني هو سبب كمان قلق كبير حالات التعافي 47 مليون 853 و 475 ألف هنشوف مع حضراتكم زي ما احنا متعودين أكترية الأماكن أولا بنشوف الأول أعداد الإصابات اليومية اللي هي كل يوم زي ما احنا متفقين بتزيد عن ال 500 عن نص مليون فلغاية دلوقتي وهو 548 ألف و 222 برضو لو عملنا نيو كيسز هنلاقي أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلى دولة من حيث أعداد الإصابات اليومية وهي أعلى دولة أيضا من حيث مجموعة الإصابات الإصابات تعدت ال 15 مليون و 751 و 928 ألف وإحنا في خلال حاجة بسيطة شكلنا كده هنعدل 16 مليون الحالات اليومية لغاية دلوقتي ولسه برضو زي ما بقول الإحصاء ما خلصش 158 ألف و 582 ده في الولايات المتحدة الأمريكية لغاية دلوقتي البرازيل 52 ألف حالة جديدة في اليوم 537 تركيا 31 ألف حالة الهند 26 ألف حالة روسيا برضو 26 ألف حالة في اليوم إصابة جديدة الألمانيا 23 ألف إصابة وبعد كده نيجي ندخل بقى على 16 ألف بريطانيا فرنسا 14 ألف وإيطاليا وأوكرانيا 12 ألف وبردو بولندا والمكسيك 11 ألف لو رحنا للنيوداس هنلاقي برضو للأسف الشديد الولايات المتحدة الأمريكية هي أعلى الدول من حيث برضو عدد الوفيات وبعديها فيه فرق كبير قوي يعني أول دولة هي أمريكا 2120 حالة وفاة برضو النهار لغاية دلوقتي وبعديها البرازيل 811 بعدين مكسيك 800 ممكن نشوف مبارح كانت إيه الحالات برضو زميلنا علشان نشوف لحضراتكم مبارح كان الإحصاء قفل على في العالم كله 12 ألف حالة وفاة كان منهم 2949 في أمريكا وكانت الحالات برضو بصوا حالات نيو كيسز كانت 603 ألف يعني ما بقتش نص مليون بس لا ده احنا بنتكلم على 603 ألف ومبارح كانت في الولايات المتحدة الأمريكية 209 ألف حالة في اليوم برضو نفس الحكاية لو شفنا الولايات المتحدة الأمريكية هنلاقي إن هي تجاوزت دول العالم في الإصابات والوفيات وزي ما انتو شايفين كده عندنا التوتل التوتل ديس لغاية دلوقتي في الولايات المتحدة الأمريكية 295 ألف حالة وزي ما قلنا اقتربنا من 16 مليون حالة أما الولايات اللي بتزيد فيها عدد الحالات اليومية نيو كيسز معلش هنلاقي طبعا كاليفورنيا لغاية دلوقتي هي الولاية اللي فيها قلق جدا عشان كده أماكن كتير أغلقت مفيش مطاعم اسمها أنك أنت حتى تروح تقعد برة المولايات بيقال إنه في حد للعدد ففيه طوابير كبيرة قوي في المولايات والشوبينج وكل ده طوابير علشان يحدوا العدد المتواجد جوه أي مكان مغلق وفي نفس الوقت برضو في حزرة جوال وفي أمور كل كل سيتي أو كل مدينة في كاليفورنيا بتاخد الاحتياطات مبارح برضو كانت 26 ألف حالة يا جماعة إصابة جديدة في كاليفورنيا و212 حالة وفاة النهاردة كان حالة وفاة معليش زميلنا نشوف ناو كده هنلاقي 61 ربنا يستر يا رب كده وطبعا إحنا زي ما قلنا إنه حالات الوفاة لما بتزيد ده اللي بيكون فيه مشكلة كبيرة جدا خلينا نشوف بعض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان فيه كلمة له بالأمس كان تحدث عن موضوع اللقاح وإنه كان قال إنه هيكون فيه موضوع الأولوية بالنسبة للقاح لللي هم للأمريكيين وبعد كده اللقاح الأمريكي يعني وبعد كده هيتم توزيع الجرعات على الدول التامية يمكن الإنتاج الأمريكي اللقاح الأمريكي هو لقاح موديرنا لكن لقاح فايزر أنباين تيك بيتصنع في بلجيكا وزي ما أنتم شايفين طبعا بريطانيا بدأت تاخده لكن أعتقد أن الرئيس بيتحدث عن اللقاح 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 زي موديرنا أو أي شركات أمريكية أخرى وهو وقع مرسوم بهذا المعنى هذا الشعار بعد أن وقع ترامب أمرا تنفيذيا يعطي الأولوية للأمريكيين في الحصول على اللقاحات التي تنتجها الشركات الأمريكية نحن نعمل مع دول عدة لإطلاق لقاح فيروس كورونا لكن من المهم توفيره للأمريكيين أولا الأمر التنفيذي الذي وقعته سيمنح الحكومة الأمريكية حق ضمان حصول الأمريكيين على اللقاح قبل إرساله لدول أخرى إذا تطلب الأمر سأفعل قانون الحماية لضمان ذلك لكن لا أعتقد أن ذلك ضروري حتى الآن القرار يأتي بعض تصريحات لمسؤولين في إدارة ترامب مفادها أن فايزر أبلغت الحكومة الأمريكية بأنها لا تستطيع تقديم جرعات إضافية كبيرة من لقاح فيروس كورونا حتى أواخر يونيو أو يوليو المقبلين لأن دولا أخرى سارعت لشراء معظم إمدادتها لكن فايزر أكدت لنا أنها ملتزمة بتسليم الجرعات المتفق عليها مع الحكومة الأمريكية في الوقت المحدد أي جرعات إضافية تتجاوز مئة مليون ستخضع الاتفاقية منفصلة ومقبولة للطرفين إدراكا للحاجة الملحة تعمل فرق التصنيع لقاح للعالم بأسرع ما يمكن وبشكل فعال ومنصف الأمر ذاته أكده الرئيس المنتخب جو بايدن وهو يعلن عن فريقه المكلف بملف كورونا دعيان إدارة ترامب للعمل بشكل أسرع مع شركات الأدوية سيحرص هذا الفريق على أن يحصل الأمريكيون على مئة مليون جرعة من اللقاح في أول مئة يوم لي في الإدارة سيتطلب هذا جهدا كبيرا من إدارة ترامب خاصة فيما يتعلق بالتوزيع فهذا جزء لا يقل أهمية عن إيجاد اللقاح على إدارة ترامب العمل بشكل أسرع للحصول على الجرعات التي اتفقت عليها سواء مع فايزر أو موديرنا ولم تتضيح حتى الآن فعالية الأمر التنفيذي لترامب من الناحية القانونية خاصة بالنسبة لشركة فايزر التي تعمل على لقاحها مع شريك أوروبي هو بايونتيك وستسلم بريطانيا نحو أربعة ملايين نهاية الشهر الجاري ويرى كثيرون في القرار التنفيذي لترامب أنها محاولة لاستباق أي انتقاد سيء في إطار برضو الكلمة اللي ألقاها الرئيس ترامب بعد توقيع هذا المرسوم كان تحدث أنه المجهودات اللي قامت بها إدارته هتجنيها سواء كان إدارته استمرت أو الإدارة التانية يعني حاول أنه يأكد أنه بالفعل قام بمجهودات كبيرة سواء على بالنسبة بالتحديد لموضوع اللقاح طبعا والتسريع من نسبة لإنتاج اللقاح وزي ما شفتوا أنه كان فيه برضو اتفاق على موضوع 100 مليون جرعة وبايدن قال الرئيس المنتخب أنه هيكون فيه زي ما شفتوا برضو في التقرير أنه هيحرص على أنه يكون فيه إعطاء 100 مليون جرعة من اللقاح للأمريكيين في أول 100 يوم لحكمه كمان برضو من الحاجات المهمة جدا أنه قال برضو الرئيس المنتخب جو بايدن أنه يريد فتح أكبر عدد ممكن من المدارس خلال أول 100 يوم له على افتراض أن الكونجرس يوفر التمويل اللازم لذلك وبرضو كان قبل كده أكد على أنه في خلال الميت يوم هيكون فيه موضوع ارتداء الكمامة بشكل الزامي لكل العاملين الفيدراليين أو بالنسبة لأي مؤسسات حكومية ومؤسسات برضو يكون فيها يعني جوه أماكن وبناء على الكلام برضو والموضوع بتاع أنه عايزين بسرعة يتم الموافقة على الجرعة العفوا الدفعة التانية من الستيميلس أو التمويل لمساعدة كل اللي بيسموها حزمة تحفيز لكل المتضررين بسبب أزمة كورونا ونعيش الاقتصاد بالفعل وزير الخزانة الأمريكية ستيفن مناتشن أقر بأنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قدمت حزمة التحفيز الجديدة قيمتها 916 مليار دولار لإنعاش الاقتصاد المتضرر من جائحة كوفيد ناينتي بالنسبة برضو لتأكيد على موضوع الجرعات وزير الصحة الأمريكية قال أن لدينا خيارات للحصول على ما يصل إلى 500 مليون جرعة من لقاح فايزر ضد كورونا كل دي برضو وعود وأمور بنتمنى إحنا لغاية دلوقتي منظمة الصحة الغذاء والدواء بيقال أن خلال الأيام اللي جاية وكان بيقال أن احتمال بكرة احتمال في إطار 3-4 تيام هيكون فيه موافقة لأنه هما كانوا أعلنوا أنه هما بعد الفحص بالنسبة لكل اللي تم تقديمه من قبل شركة فايزر على لقاحهم أنه آمن وفعال وإن شاء الله يعني في إطار الأيام اللي جاية هيكون فيه يعني مش هتتأخر كتير هيكون فيه الإجازة لهذا اللقاح بالنسبة برضو كان اتقال أنه كان برضو طبيب في الولايات المتحدة الأمريكية وفي مدينة هيوستن بولايت تيكساس للأسف الشديد كان معروف عنه أنه هو كان يعني بيعالج كل الحالات الصعبة المصابة بمضاعفات ومعاناة المرضى من فيروس كورونا هو نفسه جاله الفيروس الدكتور كارلوس وتوفى في بعد عدة أشهر يعني فده كان الحقيقة الأمر اللي كان برضو صعب شوية في الأيام اللي فاتت وبالنسبة بقى لموضوع اللقاحات الحقيقة أنه بريطانيا زي ما احنا كنا قيلين أنه مبارح كان يوم عالمي بالنسبة لبريطانيا وأنه كان أول امرأة أخذت هذا اللقاح سجلت فيه التاريخ وهذه الامرأة عمرها تسعين سنة الحقيقة كان فيه كلام كتير عن الشخص التاني وهو تاني واحد أخذ اللقاح في بريطانيا وكان اسمه ويليام شيكسبير وده خلى الناس افتقر الشعر والكاتب شيكسبير وروايات وخلينا نشوف بسرعة هذا التقرير مع حضراتكم لبدء واللي سستغربوله أنه لسه الملكة إليزابيس مستنية دورها عشان تاخد اللقاح إلا أجازته بريطانيا وهو لقاح فايزر بايونتك محاربة جائحة فيروس كورونا انتقلت إلى مرحلة تاريخية مع بدء عملية تلقيح لأول مرة خارج التجارب السريرية لمن يبلغ من العمر الثمانين وما فوق مارغاريت كينن التي دخلت عقدها العاشر كانت أول من تلقى لقاح فايزر بايونتك اعتقدت أنها كانت مسحة في البداية عندما تم الاتصال بي لأخذ اللقاح لم أستطع تصدق ذلك لكنني سعيد بتنابله وآمل أن يساعد الآخرين على القدوم للتحصين وأحاول بذل قصار جهدي للتخلص من هذا الفيروس الرهيب ثاني شخص شارك في برنامج التلقيح هو ويليام شيكسبير ولا علاقة له بالشاعر والكاتب المسرحي البريطاني ويليام شيكسبير وإن كان يقطن قريبا من مسقط رأس أشهر الأدباء في العالم كنت متخوفا في البداية مما قد يحمله هذا اللقاح من أعراض جانبية لكن فرص حدوثها ضائلة موجة التطعيم في مرحلة الأولى ضد كورونا تشمل أيضا من يعمل في الخطوط الأمامية في الصحة والرعاية الاجتماعية أريد أن أكون قادرة على الذهاب لرؤية عائلتي مرة أخرى ورؤية الأصدقاء بعد تحصين نفسي وتعرضي سابقا للفيروس فوظيفتي تجعلني أكثر إصرارا لأكون حذرة حتى لا أنقل العدوى إلى آخرين وتأمل الحكومة بأن تعيد عملية التلقيح الحياة إلى طبيعتها تدريجيا في فصل الربيع المقبل لكن مناهد التطعيم يرفضون اللقاح أنا لست ضد اللقاحات لكن هذا اللقاح ليس آمنا لم تجرأ أبحاث كافية عليه وتمت الموافقة عليه بشكل سريع ولهذا سيكون مدمرا للإنسانية نحن هنا لتحذير الناس من أن هذا اللقاح لم يخضع للتجارب بالطرق المعروفة وعادة ما يتطلب عشر سنوات للموافقة عليه لكن الحقيقة حصلت حاجة غريبة أنه اتقال أنه كان فيه أعراض لحساسية عند الناس اللي عندهم حساسية مزمنة وبالتالي أوصت فايزر بأن أي حد عنده مرض حساسية مزمنة ما ينفعش أنه ياخد لقاح كورونا وعلى فكرة ده مش بس مع لقاح فايزر بايمتيك اللقاحات للفلوشات والحاجات اللي زي كده التانية برضو أي حد عنده حساسية مش مفروض أنه هو ياخد هذا اللقاح اتقال برضو أنه كان فيه بعض الوفيات قالك فيه ست أشخاص توفق أثناء تجرب لقاح فايزر وبيونتيك والحياة ردت شركة فايزر وبيونتيك أن الوفيات دي كانت وفيات طبيعية ما كانش لها أي علاقة بهذا اللقاح عندنا لقاحات تانية جديدة لقاح أكسفورد على الأبواب عندنا وبرضو تقال أنه آمن وفعال عندنا لقاح سبوتنيك في من روسيا بدأ بالفعل تم إعطاؤه في روسيا عندنا برضو اللقاح اللي هو بالنسبة للقاح برضو الصيني برضو أجازته الحقيقة أجازته في الإمارات وبدأت بالفعل المرحلة التالتة والمرحلة التالتة كمان خلوا عدد كبير من الإمارات ياخدوا اللقاح كان فيه بعض القرصانة اللي حصلت الأيام اللي فاتت الحقيقة هجوم قرصانة ملفات متعلقة بلقاح فايزر وانتك وده كان خبر عاجل قبل ما دخل مع حضراتكم بشوية أنه النهاردة الأربع تعرضت الهيئة المنظمة للأدوية في الاتحاد الأوروبي لهذا الهجوم ووكالة الأدوية الأوروبية ومقرها أمستردام قالت أن الوكالة تعرض الهجوم الإلكتروني وأنها صارعت إلى بدء تحقيق شامل بتعاون وصيق مع أجهزة تطبيق القانون وكينات أخرى ذات سلة لا يمكن لوكالة الأدوية الأوروبية أن تعطي تفاصيل إضافية فيما التحقيق مستمر وسيتم توفير المزيد من المعلومات في الوقت المناسب بالنسبة كان فيه هجوم آخر كرسينة روس محترفون اخترقوا شركة أمريكية للأمن سايبراني تخيلين شركة للأمن أساسا يتم اختراقها دي طبعا برضو كانت حديث كبير جدا لنا يومين تقريبا وتمكنوا كرسينة روس قالوا أنهم تمكنوا من اختراق بيانات لشركة الأمن السايبراني بعد أن كانوا قد اخترقوا بيانات تتعلق بالبيت الأبيض ووزارة الخارجية قبل عدة سنوات وبالتالي هنشوف طبعا الأمر ده برضو هيوصل لإيه زي ما قلت لكم للإمارات أعلنت تسجيل اللقاح الصيني ضد كورونا وأكدت أنه فعال والصحة العالمية أعلنت توفير ثلاث لقاحات لكورونا آمنة على البشر قريبا ويمكن ذكرت لحضراتكم وبنأكد أن الملكة إليزابيس منتظرة دورها يعني قديه فعلا الدول دي دول عظيمة أنه ما فيش حاجة سمها استثناء لأي حد الملكة إليزابيس مستنية دورها بالرغم من كده إحنا لقينا برضو على فكرة الرئيس ترامبو كان قبله الرئيس المنتخب جو بايدن أعلنوا أنه هم أول ما يتم إجازة اللقاح وفيه تلات رؤساء أمريكيين تاني وفيه بين يمين نتانياو برضو كل دول أعلنوا بين يمين نتانياو بإسرائيل أنه بمجرد وصول برضو لقاح فايزر باينتك لإسرائيل أو إجازته في الوقت المتحدة الأمريكية هنلاقي كل هؤلاء المشاهير أول ناس هايخدوه عشان يطمنوا الناس بالنسبة ليه أخدوه ولكن في بريطانيا الأمر اختلف أنه ما كانش فيه أولوية للملكة إليزابيس بالنسبة لمصر سجلت مصر إمبارح 434 حالة إيجابية و23 حالة وفاة وبكده مصر وصلت لـ 119,281 حالة إصابة و6,813 حالة وفاة في الرد على موضوع الصحة العالمية قالوا لهم أصلحنا بنحسب بس الحالات الموجودة جوة المستشفات لكن في حالات تاني برة ما بنكونش عارفين عنها حاجة وبيعلنوا وبيعملوا هم الحقيقة أنه هم بيعملوا عزل في بيوتهم طيب ما هو في كل العالم على فكرة وإحنا بنقول للمصر العالم كله بياخد الإحصائيات دي عن طريق التست الاختبارات مجرد ما بيكون فيه اختبار إيجابي بيضم إضافته للأرقام في حالات الحقيقة في حالات أكتر كتير والفيسبوك كله ان اتملا إعلان وفيات عن ناس كتير بتعلن عن أصدقائهم وأحبائهم توفوا بهذا الفيروس خلوا بالكوا احنا بنقول الكلام ده مش عشان ننتقد ولا أي حاجة لكن عشان حضراتكم كلكم في مصر تخلوا بالكم برضو وزير التعليم كان بيقول إن فيه طلبة اتصابوا بكورونا ولكن تم تعافيهم على فكرة بالنسبة لبريطانيا نسيت أقول لكم من اللقاح مش إجباري وقالوا إنه ممكن الشباب لأنه هما ممكن بياخدوا كورونا بأعراض بسيطة أو إنه هما بيخفوا منها بسرعة مش لازم إن يكون إجباري للشباب فبالتالي دي برضو حاجة من الأمور المعروفة أو يعني الأمور اللي تم التعرف عليها توفى عدد كبير من الأطباء في مصر الدكتورة مونة حمزة وبرضو نعتها نقابة الأطباء نعت عدد منها وتوليد بدميات الدكتورة أمال شحاتة أستاذ الكيمياء الحيوية بطب الزأزيق الدكتورة سحر ناصف أستاذ أمراض البطن بالأسر العيني وكمان كان فيه طالب اسم يوسف فياد وعملوا شوية هشتاج على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه هو كان خاطب الأستاذة المسؤولة عن الامتحانات وقال لها إنه دلوقتي عندي اشتباه في كورونا قالت له لا تنزل طالما أنه أنت إيجابي ونزل وللأسف الشديد حصلت معه مضعفات وبدأ بقت السوشيال ميديا اتملت الحقيقة بأنه الطالب يوسف فياد بجمعة سيناء توفى بسبب كورونا بعد إجباره على حضور امتحان ميد تيرم دي برضو يمكن برضو حاجات كده اللي حصلت بالنسبة لفايروس كورونا بالنسبة للأمور الخاصة بالانتخابات الأمريكية واستعدادات الرئيس المنتخب جو بايدن وتشكيل فريقه بالنسبة للحكومة الجديدة أو الإدارة الجديدة في البيت الأبيض الحقيقة الرئيس المنتخب جو بايدن اختارت جنرال ويت أستن لتولي وزارة الدفاع ولكن حصل جدل بعد اختياره على أساس أنه أولا طبعا هيكون أول حد من أصول الأفريقية أفريكان أمريكا يكون يشغل هذا المنصب لكن اتقال أنه المنصب ده معروف على حزم الدستور أنه بيكون لشخص مدني وليس عسكري رد الرئيس المنتخب بايدن وقال أنه هو على المعاش من أربع سنين وبالتالي الدستور يسمح أنه هو يتولى وزارة الدفاع بالنسبة برضو للأمور الأخرى اللي ليها علاقة بالتواريخ المهمة تمانية ديسمبر ده تاريخ بيشوفوا فيه كل النتائج بالنسبة لولايات اللي هي بتحسن نتائج الانتخابات وبالفعل كان اتقال أنه الولايات كلها حسمت النتائج الانتخابات زي ما هي من غير أي تغيير 14 ديسمبر هيكون التصويت في المجمع الانتخابي وده اللي يمكن بيحاول برضو الرئيس الحالي دونالد ترامب بيغير النتيجة دي وأنه ما يكونش فيه تأكيد من المجمع الانتخابي بأنه هو تأكيد للنتائج الحالية على اعتبار أنه لسه بازال بيطعن في أنه حصل تزوير أما يوم 16 يناير فده بيكون اجتماع الكونجرس لإعلان النتائج رسميا يوم 20 يناير ده بيكون يوم تنصيب واللي هو متوقع أنه هيكون فيه تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن لكن هناك أربعة ولايات أمريكية طلبت بمراجعة نتائج الولايات المتأرجحة حيث دعم المدعون العامون في ولايات أريزونا عفوا لويزيانا واركانسس والأباما دعموا دعوة رفعها نظيرهم في ولاية تيكسس المحكمة العليا بتحدي نتائج التصويت في انتخابات الرئاسة بأربعة ولايات متأرجحة حيث تطالب الدعوة اللي قدمها المدعي العام في تيكسس كين باكستون قدمها أمس السلساء بتطالب المحكمة العليا بالإكرار ببطلان وعدم شرعية نتائج التصويت في ولايات بين سلفينيا وجورجيا وسكانسن وميتشيجن حيث فاز المرشح الديموقراطي جو بايدن على الرئيس الجمهوري دونالد ترامب ومنع هذه الولايات من تعيين الممثلين عنها في المجمع الانتخابي ده اللي زي بقول لحضراتكم هناك محاولات أن لا تتم الإعلان في 14 ديسمبر بالنسبة ل نتيجة الولايات وخصوصا المتأرجحة اللي الرئيس دونالد ترامب بيدافع عن أنه هو الفائز في هذه الولايات ولكن هناك برضو المحكمة العليا في بعض الأماكن زي ولاية بنسلفانيا رفضت المحكمة استئناف كان قدموا الحلفاء الرئيس ترامب وأيضا محامي على بالنسبة لمنع المصادقة على نتائج الانتخابات أيضا المحكمة العليا في نيفادا رفضت أيضا طعن حامل ترامب على نتائج الانتخابات ولكن الرئيس ترامب مصر على أن هناك تزوير ولن يعترف أبدا بهزمته ولن يعترف بفوز جو بايدن حيث يؤكد أن هناك تزوير كثيرة جدا كانت مفروض أن تحسب له ولم تحسب له وقال أن أمريكا أصبحت دولة من العالم الثالث بسبب أن احنا متعودين طبعا في دول كثيرة في العالم الثالث هي التي تحسم الانتخابات 99-10 وكلام ده كله وأنه ما كانش أبدا يتوقع أن الولايات المتحدة الأمريكية هيحصل فيها هذا الأمر كان الرئيس ترامب بيقول أنه هيستخدم حق الفيتو على ميزانية الدفاع المقرر لها 740 مليار دولار ولكن مجلس النواب يعتبر في تحدي جديد للرئيس الحقي دونالد ترامب صادقة على ميزانية الدفاع ب740 مليار دولار مستشار بايدن للأمن القومي قال سنعيد إيران إلى الصندوق وتهران تنتظر عودة الرئيس المنتخب جو بايدن إلى الاتفاق النووي الإيراني دون شروط مسبقة هناك أيضا عقوبات أمريكية جديدة أعلن عنها وزير الخارجية مايك بومبيو وهذه العقوبات على إيران بحق سفرها لدى الحوثيين أما بخصوص محسن فخري زادة فإيران أعلنت القبض على عدد من المشتبه بهم في اغتيال هذا العالم النووي ولكن هناك أيضا وفاة لأحد أبرز قادة الطيار المحافظ في إيران آية الله محمد ياسدي عن عمر 89 عام ما حدش قال أنه في أي اشتباه في أي حاجة بالنسبة لهذه الوفاة ولكنها وفاة طبيعية بالنسبة لبريطانيا وعندنا دلوقتي الأمور الخاصة بالبريكزيت الرئيس الوزراء البريطاني جونسون توجه اليوم إلى براكسل لمحاولة الاتفاق على الخروج بالنسبة للبريكزيت لأنه خروج بريطانيا في نهاية هذا العام بدون اتفاق هتكون أمر صعب جدا ومساودة بيان للاتحاد الأوروبي تشير إلى فرض مزيد من العقوبات على تركيا بسبب تنقبها عن الغاز الشرقي المتوسط أردغان رد على موضوع أنه هيكون في عقوبات على تركيا وقال أنه لن يكون هناك تأثير كبير لهذه العقوبات الأوروبية في حال أقرها الاتحاد الأوروبي برضو بالنسبة لمجلس النواب الليبي عقد أول جلسة رسمية بعد سنوات من الانقسام بين طرفين هزاع وبنتمنى أنه تنتهي الأزمة اللي ليها سنوات في ليبيا والخلاف اللي حاصل ما بين حكومة الأفاق وما بين الخليفة حفتر كرئيس للجيش الليبي هناك أيضا قادن أمريكي يأمر الـ CIA وكالة الاستخبارات الأمريكية بتسليم تسجيل لعملية مقتل خشوجي هل سيتم هذا الأمر وسيتم فتح هذا الملف مرة أخرى في حين دخل بايدن إلى البيت الأبيض هنشوف ونتابع مع حضرتكم بالنسبة لبنان سعد الحريري وهو المقترح الحالي دلوقتي بالنسبة لأنه يكون يشكل رئيس وزراء الحكومة جديدة في لبنان وطبعا تعرفين أنه كان استقال وفي الآخر برضو حاوله ويكون فيه رؤساء وزراء آخرين إلى أن تم الاتفاق على الحريري وقدم اليوم تشكلته الحكومية للرئيس اللبناني ميشيل عون في العراق بنصلي من أجل أنه بصراحة فيه يعني كتير جدا من الحتجاجات العنيفة اللي حصلت الفترة اللي فاتت وخصوصا في منطقة السليمانية وحصل وفيات يعني أمكان عزاده عن ستة وبناء عليه الحكومة هناك فرضت حذر تجول شامل ونتمنى أنه تهدأ الأمور ده بسبب الاحتجاجات دي كلها بسبب تأخر المرتبات كانت أتمنى أن أنا أحكي معاك أكتر على موضوع الجدل اللي حصل الأيام اللي فاتت في بعض الأمور اللي قيلت في المؤتمر الصحفي اللي جمع الرئيس السيسي والرئيس الفرنسي ماكرون واختلاف على موضوع أيهما أعلى القيم الدينية أم القيم الإنسانية الرئيس السيسي كان يعتبر أن القيم الدينية مقامها أعلى بكثير من القيم الإنسانية ولكن الرئيس ماكرون رد على السيسي لرفع القيم الدينية فوق القيم الإنسانية وقال إنه إحنا متعودين إن القيم الإنسانية هي اللي بتكون أعلى حاجة وإن القيم الإنسانية هي اللي بتكرها الأمم المتحدة وإنه الأمر ده لا خلاف عليه ممكن أن تختلف القيم الدينية من دين إلى آخر ويكون هناك بعض الاختلافات ولكن القيم الإنسانية لا يمكن أن تختلف والمفروض إن القيم الإنسانية هي اللي بتأتي في المقام الأول حسب إنه وده اللي بيخلي حقوق الإنسان عالمية وهي في مساق الأمم المتحدة حصل جدل كبير ويمكن ممكن نشوف الموضوع ده الحلقات الجاية لكن النهاردة في فرنسا الحكومة أقرت نسخة جديدة من مشروع قانون ضد التطرف الإسلامي أو الإسلاماوي زي ما احنا بنقول بتختلف في الفرنسية الإسلامي للإسلاماوي وده برضو فيه تفاصيل أخرى ممكن أن احنا نقولها لحضراتكم الحلقة الجاية بشكركم على متابعتنا أرجوكم خلوا بالكم على نفسكم وخلوا بالكم على البقيين اللي حواليكم خصوصا كبار السن فيروس كورونا ينتشر بكوة ربنا يرحمنا إلى اللقاء اشتركوا في القناة